أنا جيت النهاردة مستشفى باهير والحقيقة أنا مكنش متوقعة خالص اللي أنا هشوفه ده من دراجة إن أنا لما كنت بتجور في المستشفى أنا فعلاً حسيت النهاردة إن أنا برا مصر بس اللي خلى يعني قلبي يرتاح إنه أخيراً الأمنية اللي كانت عندي وأنا بتعالج برا حصلت أخيراً إنه ياريت يبقى عندنا في مصر حاجة تحسسنا إن إحنا كأننا برا مصر مش هتكلم عن الأجهزة اللي مش موجودة غير بس هنا مش هتكلم على التقدم والتكنولوجي والدكاترة العظماء أنا حاسة إن أنا مش في مستشفى قدم أنا حاسة إن أنا فوص فعيلة كبيرة مش عارف ففرق بين المرضى واللي بياخدوا بالهم منهم والدكاترة كلهم شخص واحد كلهم نروح واحدة كلهم يعني بيدوروا على الاتسامة وأعتقد إنه هو ده العلاج المستشفى قائمة على التبر فقط المكان ده لازم يستمر لازم نتبرع فعلاً لنفسنا لأنه الناس اللي موجودة في المستشفى دو إحنا يعني بتمنى الخير لكل الناس لكن إحنا ممكن كل واحد فينا موجود باللحظة والتاني شكوركم جداً وفي انتظاركم وفي انتظار في مراتكم سامح أمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر